ايه زيكم عاملين ايه فيديو النهاردة عن اجمل اماكن ممكن تزوروها في اسكندرية ايه ممكن اماكن مختلفة مشوفتهاش قبل كده فاللي حابب يعرف الاماكن دي تتابع معي الفيديو اول مكان معينا في اسكندرية هو قصر كيلو باترة هو مطحف اسري مفتوح تحت الميا ايه طبعا في قاع البحر الابيض المتوسط ايه القصر هو يعني جزء من مدينة هي راكليون الغارقة ايه وبينتشر حواليه بعض التماثيل من العصر البطلمي والروماني طبعا هي رحلة استثنائية عشان بيكون معتمدة اكتر على الغوص عشر امتار ايه طبعا مشاهدات اجمل معي الماسكندرية الساحية الغارقة ايه والمحاطة طبعا بالشعب المرجانية والاسماك ايه وممكن كمان توسقوا الزيارة دي بفيديو او بصور بتكون مع مدرب لغطس فين المكان المكان ده في شاطئ ابو اير وسعر الرحلة ايه 350 جنيه مالاها المعمورة هي مالاها مشهورة جدا بتكون مجاورة لأسر المنتظر ومسجد الامام عبد الحليم محمود طبعا بتحتوي على باقة كبيرة جدا من الالعاب بتكون مناسبة للقبار والاطفال اه زي الساروخ وسبق السيارات وطبعا فيه اكتر من لعبة اه فيه كمان حضور عروض مسرحية وفقرات غنائية وركوب العجل اه ممكن كمان تتناولوا المأكلات السريعة في كافترية الملاهي وفيه كمان لعب كرة القدم في الساحات المفتوحة والتنزه بالقرب من شاطئ المعمورة هي طبعا الملاهي في شارع الملك حفني شاطئ المعمورة اه سعر تشكرة الدخول للملاهي 5 جنيه بتكون فتحة يوميا من 9 صباحا للساعة 3 فجرا ملاهي ماجيك بلانت تيف سيتي سنتر اه دي طبعا لو بتدوروا عن مكان للعب والجري والقفز هو ده المكان اللي ممكن ترقوا فيه كل الالعاب دي اه وده بجدة ملاهي من احلى الاماكن اللي في سكندرية فيها العاب كتير جدا اه والعاب فيديو جيم اه فيها العاب زي لعبة الكطار السريع والسيارات الكهربائية والعجلة الدوارة والتقارات المتحركة وازباق السيارات هي طبعا في تقاطع الطريق الدائري مع طريق مصر اسكندرية الصحراوي مول سيتي سنتر اه الموعيد من 10 صباحا ل 12 منتصف الليل سعر تسكرة الدخول 150 جنيه فيه كمان سعر شحن الكرت 225 جنيه حضائك الشلالات في الحي اللاتيني في بيب شرق اه فيها بحيرات للبط وفيها كمان اشجار جميلة جدا زي شجر التين اه وممكن تركبوا كمان مركب صغيرة تعملوا بيها جولة اه فيها حفلات موسيقية وتقدروا كمان اه تفطروا هناك في المناظر التبعية الجميلة حضائك انتونيادس هي مساحة كبيرة جدا بتضم تمثيل رخمية ندرة واعمدة الاسور مزهرفة من العصر البطالمي اه هي حقيقة اسور يونانية مصنوعة من الحجارة البيضاء المرصعة بالذهب وفيها مجموعة كبيرة جدا من احواض الورد والاشجار الندرة اه وطبعا فيها بعض الاسور اليونانية زي الهة الجمال والبيوت الزجاجية تعتبر حضائك انتونيادس جنة يونانية في قلب اسكندرية تقدروا تتناولوا فيها اه اه الافطار الصبح وكمان تمارسوا الرياضة في ممرات الحديقة وتعملوا ستكيتنج وركوب الداراجات الهوائية اه وكمان فيها زيارة قصر اه ومصرح انتونيادس اه وتقدروا كمان تشاهدوا الاعمدة اليونانية البيضة فيه كمان اه تقدروا تلعبوا بالكرة وتقدروا تاخدوا سوار اه تسكرية ليكم المكان طبعا هي في سموحة اه بتفتح اه من 8 ل 5 مساء سعر التسكرة 10 جنيه سوق العطارين اه هو سوق شعبي بسيط اه فيه اجود انواع العطارة على مستوى المدينة اه والاساس الكلاسيكي والانتيكات وكمان فيه مطاعم اه شعبية مشهورة اه فيه كمان كافتريات صغيرة اه تعتبر احدى اقدم اماكن الخروج في اسكندرية هي في حي العطارين محطة الرم وسط اسكندرية اصر راس التين تم بنائه في عهد محمد علي اه بهيئة التراز الاوروبي الحديث والنقوش الاندلسية فيه حديقة ممتلقة بانواع كتير قوي من الازهار الملونة وملاعب التنس واكشاك التيور وكمان بيحتوي الاسر على العديد من المرافق الاسرية يجعله من ارقى اماكن الخروج في اسكندرية هو بيتواجد فيه الصالون الملكي وقاعة العرش وقاعة الملك فؤاد والانتيكات الاسرية واللوحات التاريخية ومسجد محمد قريم اه وفيه كمان مرسى الباخرة المحروسة مكانه فين هو في شارع اسر روس التين بجوار ماهد القوات البحرية يوميا من تسعة لخمسة مساء تقدروا تزور المكان وسعر التسكرة خمسة جنيه اصر المنتزى هو مكان مشهور جدا للخروج في اسكندرية يمكن فيه ممارسة العديد من الانشطة زي التنزه في الحضائق واللعب بالطائرات الورقية وركوب الدراجات وزيارة اسراء السلام لك والحرم لك ممكن كمان تاخدوا فيه السور التسكارية وتدخلوا حديقة الغناء ومشاهدة الافلام في السينمات الاميرات كمان ممكن تعملوا سكيتنج فيه الساحات وممكن سباحة في شاطئ المنتزى الموعيد يوميا من سبع صباحا لحداشر مساء واصر المنتزى بيكون من تمانية صباحا لستة مساء سعر التسكرة خمسة وعشرين جنيه المكان اللي قدامكو ده مفيش كتير عارفينه هو جزيرة الشاي جزيرة الشاي موجود في المنظرة هو من الأسور الملكية بيضم حضائق كتير جدا واسعة وفيه مطاعم رقية جدا على البحر مباشرة وكمان موجود فيها كشك الشاي وده كان استراحة للملك فاروق تقدروا تغضوا فيها صور تسكارية في مختلف المواقع الأسرية بالجزيرة والتنزف في الحطائق المفتوحة أو حديقة الفنار وكمان ممكن تلعبوا بالكرة في الساحات المخصصة وتتناولوا الطعام في أرقى المطاعم المواعيد من عشرة صباحا لتمانية مساء سعر التسكارة 75 جنيه كده الفيديو انتهى بس الأميكن لسه ما انتهتش في اسكندرية فلو عجبكو الفيديو اضغطوا لايك وعملوا شتراك وفعلوا الجرس عشان أعملكو جزء تاني بأميكن تانية داخل اسكندرية حتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي شكرا لكم بي بوي ترجمة نانسي قنقر